بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم نهاركم سعيد وطيب مليء بالنشاط الحيوية الفيديو تالي يوم فيديو كيف تجبرت وشو ما الحويجين تجبر بيهم والنهار اللي روحت فيها الداري هنا لبنات من عادات وتقاليدنا احنا عدنا المرأة النافس كي تلحق الربعين تتدوش وتتجبر وتضرب فيها عيش بالقنطس والكليلة والفرماس والخليع ويجي الله الله احمره فقيل وبنين ويجي حار بصح النافس ما تاكلش الحار يا اسبت المهم هنا رحمة كما كم تشوف راهي توجد لي في العيش لخطر هذا النهار لحنت نتجبر فيه وهنا رح نخلط الحنة هذه الرشمة تعرجل حاشاكم انا ما نشح نستعمل الباقي دخنتي شتى ذو كن ما عندي حاجة فيهم هذه الرشمة باك اللي رح نديرها في رجلية نحتاج غالها ذوك هنا خلط الحنة الحنة هنا في الحقيقة كنت نحن نغري يديا كما نقولوا احنا بكري ندير بطا عطباك بطا في اليد هذه وبطا في اليد هذه وبطا في اليد هذه وقالوا لي حني يديك ورجليك هنا كنت في تخلط شوية بعد كي يقالوا لازم تحني رجليك زيت عاو تخلط المهم انه الحنة كيفاش ندلها نخلل نبلها بما دافي وندلها شوية سكر باش تجيك حمرة ونخليها تريح على الاقل على الاقل سعانة رح نخليها في راحة رح تضرب عشية كاملة باش في الليل نحني رجلية ويدي حتى تحني لي رحمة في الحقيقة هنا هي اللي بنات قبل ما ندخل قبل ما ندوج وجت للقنطس والقرنفل القنطس والقرنفل رح نخلطوهم مع بعضهم بعد ما ندوج يجيوا زوج يجبروك زوج يجبروك ومن بعد يدهنوا لك جسمك كامل بهذا تخلطيهم قد قد في القيس ويخلطوه ويدهنوا لك جسمك كل بيه حتحسي وحد السخانة خارج الصهد خارج من جسمك ويحرق لا تخافي ايسا نورمال ومن بعد يدوشي اخرجي ويجبك تبربري لازم تبربري ومهم جدا انه يكون كامل الحمام لا يجبك يكون بارد لانه كان بارد غير ما كان هناك ترسك ايه من بعد ما تخرجين من الحمام تبربري مليح يالله اقوتش الحمام تخري تحت الكوات وضرب يا ذاك العيش يا حناني كما كنت فدرت ورحمه ابنيني لهبال ومع الاسب لتعريتوش حار طاحت بيه وكريتو مع رحمة لي ما تكون الحار هنا مبعد مريم جابت الطاجين كانت حطاته فوق النار حتى نسخني مليح وجاءت تصهدني به كما يقولون جدا تخرج لك البرودة اللي في جسمك تصهدك يعني في كتافك في ظهرك في جنبك ليمن ليصر صدرك وجهك المهم تفوت لك كامل ومبعد تغطي وترقدي انا كانت دارتها لي خالتي مرتين كي ولدتها كاك في السمينة اللولة المهم هالنفسي يقولك تصهد باش يخرجوا لها يخرجوا لها البرد من جسمها والمهم هنا يا كنت قبل حطيت بماء النوع حنروح ما بغيتش ندي معايا حتى حاجة مسخحة القش اللي عندي غلاف تاع المخدان تاعي اللي كنت نضغطي به هالمهم هما دي جاك تخسلوا وزيت حاب حبيت نزيد نخسلهم باش نديهم هيا نضاف بالنسبة لبنات اللي سقساوني على السائل غسيل السائل هذا التاع القش اوروالبناتها في اللي سقساوني تاع قسنتناراني والله ما على بالي وين بالضبط في قسنتنار حتى نروح اما هنا في باتنارا هم توفر عنده ميني بري عند زناتي وتبالي عند سيبيرات تاكي جاية في كشيدة لما مانيش غالطة في الاسم تعبوز غاية والعنمولي الله المهم حطيت هنا القش يتخسن حيثوا عليها باش ندي كل شيء معايا نظيف هنا يا رحمة لازم هي اللي تريق المشي هي يعني ولفناها هي اللي مستكلفة بالقش انا دخلت وباك ورحمة رواح اتشفيت مشيختي المشينا ساعات لعبت في صنعة يدير حاجة وصغتوك تولفك خطك في حاجة مولفة هي اللي تمشيها كنت قادر هي اللي تمشيها بطلار حمس نايمين يش متأكدة بغيت نخسله بما يكون دافئ هي اللي يحافظ الرقلات المهم هنا يا بديت اللم في قشي دورت 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 لا مفر لازم دارك 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 كما يقول مصطلعاتك وانا مع الاسف بحكم الظروف لي فاتت عليا وكامراكم على بالكم يعني سبحان الله كما يقول لك الدنيا والله هي لا تدري لها حساب مع ربي يعني لحساب مع حساب ربي سبحانه عيد في دويرتي ذبحنا ذبيحة وعيدنا وقعد 15 يوم في داري ومبعد وليت كاعد جاي خويا بعد ما زوجت ما شفتوش ملي زوجت شفتو مرتين وثلاثة بحكم العمل انتاعوا كما يقول لك هذي هي الخبزة كل واحد خبزتوين جات وذي الخبزة كما يقولوا قلت يلا هكاينة طهارة تاعا والد ام ريسلان خويا جاي توحشتو بابا ثاني عندي قده ما شفتوش يلا قلت ان الروح حاجة وحويجة نعيد ونشبع من خويا ونفرح مع خوتي والله مع الاسف حكمتني كما على بالكم الكورونا من الكورونا وليت دخلت المستشفى قعد 12 يوم وبعد رجعت كونترول بعد ثلاث يام رجعت كونترول ومبعد من كملت زيت كملت الحجر الصحي في المنزل ومبعد من جيت نكمل الحجر الصحي زيت تولدت زيت تولدت وكي أولدت يلا هكا كنت حابة نولد في دويرتي ومبعد نقعد كما نقولو احنا اسمانا نديل بنتي العقيقة وندلها السبوع انتحا ونجي نكمل الربعين عند ماما بصح كما يقولولي احساب مع احساب ربي صبحانه تحتمت اني نكمل في دارنا وذكر اني مروحة كما نقولك مروحة ما زلت لي على الربعين وما زلت لي على الربعين اثناشين يوم وعلى واحد تجبرت قبل الربعين لخاطر كالروحة داري ما كانش كوني يجبرني محتمان التجبر والروح هذه هي وش رح نديره الحمد لله المهم كما يقول زكاة كما يقولو زكاة نفس والحمد لله هذه هي لا ابتلاء ابتلاء من عند ربي ما عندنا ما رح نديره انا ابتلاء يا ربي مرضته هذه هي الدنيا ما تقدرش تدري الاحساب صح تدري بروغرام لحياتك احنا نديره البروغرام بصح كي يتغير القدر ولا يتغير الحاجة هذيك اللي درتي الاحساب ما ما تقدرش لا غالب خطر ربي لي سير الواحد يتسبب ويدير حاجة هذيك ويدير بروغرامه صح ربي كي يدير حاجة صعي كما نجيت على خمسة عشر نيوم قاعد تبلي ثلث شهر مع المرض مع الحجر مع الولادة معه ومنكذب شهر تعبانا 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 على بها غبت للكم وعلا بها طولت بشحطت لكم الفيديوهات والحمد لله يعني والحمد لله هنا كما تشوفوا بعد ما روحت في الطريقة رعاني وشو نقول لكم دمعة وغنونا ويلفت هذه هي الدنيا حتى ونويل فلازم داري داري لا ما فرر كما يقولوا وشكون البنات كي حالتي كي تحكم الطريقة الباقاج 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 صرت هنا كما طولت كي يجي راجل يقولوا جيب لي هذي خطر كي روحت مكان شهر كما قلت كم قلت كم قلت على خمسة عشر يوم بديت لبسة لبسة فرات كي يتحكم الطريقة جيب لي البيجامات جيب لي الكندورة جيب لي حواجد الطفل المهم كما نقول لكم وكذلك اللي تخيلو هذه المدة التي قاعدتها كل جيب 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 من جيطر وحيا لهم لا ما تهزة وين قاعدة هزة وشو نقول لكم راجل يهز ويقول لي مخلوقة جيب قد قلت له هزة بركو وخلاص وشحا هنديروا قد نقول لهم لن يجيبوا لي بالطرف من باتنا القسنطينة لازم رايحة رايحة نضيح وجهة ضربة واحدة وهنا يا ما نكذبش عليكم صح غبت على داري بزاف ما راني راح نضير ميناج ما راني راح نصيق لانه مازال ما قفلتش الربعين ما نكذبش عليكم ما نحنضير والو جسد نلحق حتى بقشي ما راح نعاود نحطه في الخزانة ما راني ما نحنضير والو لا قدرت راح نكونس نحي كاش ما كعنا غبرة في اللطب وبس الريح والغدوة هذي كاش ما نضرب فيها تنشيفة خفيفة كي نقفل للربعين هذيك الساعة تحزم للدار لفريز وهاكم على باركم هذي هي بالنسبة حاول نشارك معاكم بعض المقتطفات وشي هما كيفاش تتجبر لكن البنات مهم جدا لي حابة تتجبر في الدار لازم تدوش تاكي يكون صحون هذا ما كان ما بقى لغا نقول لكم في اماني له وفي الملتقى ان شاء الله اغالياتي نحبكم وربي عمر حجر كروني اغالياتي نحبكم وربي عمر حجر كرونياتي نحبكم وربي عمر حجر كرونياتي